تصر تركيا على قرارها بإيقاف تصدير النفط العراقي الأمر الذي تسبب بخسائر مالية كبيرة للبلاد إذ بلغت مؤشرة الضرر أكثر من مليار دولار شهريا سبعون يوما مرت على قرار محكمة التحكيم الدولية القاضي بإيقاف تصدير نفط كردستان عبر أنابيب ميناء جيهان التركي والخسائر الاقتصادية والنفطية تتوالى على العراق من دون معالجات أو مفاوضات معلنة بين بغداد وأنقرة حيال أزمة تسويق النفط هذا الموضوع طبعا ولدنا مشكلة إيقاف تصدير ما قيمته 400 ألف برمين نفط من خليم كردستان إلى العالم عن طريق جيهان ميناء جيهان هذا الموضوع طبعا لا بد من إيجاد حل وسط عليه تفاوض فيما بين العراق وتركيا وأيضا التفاوض بين العراق والشركات التي تستخدم النفط في خليم كردستان وعلى إثر القرار بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا وتضاف إليها خسائر الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم على المستوصل التضرر بشكل واضح يعني هناك ضرر واضح جدا فقد منفذ منافذ التصدير هو يبحث عن منفذ التصدير على دائم من نفذك هناك اتفاقيات مع الأردن لتصدير النفذ عن طريق الأردن هناك اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية لتصدير النفذ عن طريق المملكة العربية السعودية هو يحاول أن يزيد منافذة تسويقية حتى يزيدت كمية التصدير صادراتها من النفذ اليوم فقط منفذ ومنفذ ليس بالقليل 455 مليون يوميا إضافة لتحمل أعباء هذا الخط موجود داخل أراضي تركيا وهو محسوب على العراق وعلى العراق يدفع رسومة وعلى العراق يدفع غرامات وقبل شهر تقريبا أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن قرب موعد استئناف النفط عبر تركيا إلا أن ذلك لم يحصل بسبب رفض أنقرة في وقت تدفع بغداد رواتب موظفي كردستان التي تقدر بنحو نصف مليار دولار شهريا والتي كانت تخصم من إيرادات الإقليم النفطية قرار إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جهان التركي أثر بشكل سلبي على اقتصاد العراق مما أدى إلى تعاظم الخسائر النفطية التي دفعت بالحكومة الاتحادية للبحث عن حلول ولو مؤقتة من بغداد فقار فاضل الرابعة ترجمة نانسي ق play